حقيقة النهاردة حابين نبدأ الحلقة مع حضراتكم بتمانياتنا بكل الشفاء العاجل لسيدنا المحبوب من شيوخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الحبر الجليل الأنبا كرولوس سيدنا الأنبا كرولوس خلال الأيام اللي فاتت مر بوعكة صحية دخل على إسرها ليه واحدة من المستشفات في محافظة القاهرة طبعا سيدنا هو مطران نجا حمادي يعني تولى هذا الكرسي ودخل هذه الإبراشية من حوالي خمسة واربعين سنة سنين كتيرة جدا من الخدمة وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم هو من شيوخ الكنيسة فشعبه له مكانة خاصة جدا عندهم والكل بيتمنى ليه كل الشفاء وكل الكنيسة واحنا كمان كأسرة برنامج في النور وقناة سي تي فيم نتمنى كل الشفاء لسيدنا الأنبا كرولوس نتمنى أن الوعكة الصحية تمر بكل سلام ويرجع مرة تاني لإبراشيته ولكل شعبه ولكل محبي خلال أيام اللي فاتت دخل المستشفى ولكن الأخبار اللي عندنا لحد دلوقتي بتقول أن سيدنا حالته مستقرة ومش بتستدعي أي تدخل جراحي وأن الوضع مستقر نتمنى طبعا أن سيدنا يمر من هذه الوعكة الصحية ولكن كمان سيدنا زي ما قلنا هو من شيوخ الكنيسة وكانت الإبراشية لها وضع خاص خلال الفترة اللي فاتت مراعطا لظروفه الصحية فكان فيه قرار من قداسة البابا تودروس خلال الفترة اللي فاتت يعني على إسر اجتماع أجرام المجمع المقدس بأن وضع الإبراشية يكون بيتم إدارته من خلال لجنة لجنة مشكلة من ثلاث أصاقفة هما الأنبة بيمين أسكف النقادة وكوس وسيدنا الأنبة يؤنس أسكف أسيوت والأنبة بيقول أسكف رئيس دير المحرق اللجنة دي مفروض أن هي تدير الإبراشية وتدير حالة الشعب هناك علشان تعاون سيدنا الأنبة كورولوس فإحنا بالفعل عارفين أن الإبراشية ليها وضع خاص تقريبا بقالها سنة القرار ده بقاله سنة ولكن طبعا على الصعيد الإنساني وعلى صعيد محبة الشعب لسيدنا الكل مستنين هو يطمن عليه وإحنا كمان بكل تأكيد مستنين يطمن على صحة نيافته فكان لازم أن احنا في بداية الحلقة نتمنى كل الشفاء لسيدنا المحبوب نيافة الحبر الجليل أمبا كورولوس ترجمة نانسي قنقر